مشاهدين الكرام أهلا بكم اليوم نستعرض معكم حلف ميليشيات الجذران أو بمعنى آخر القوة التي قامت بالهجوم على الموانئ النفطية وأبرز التحالفات وأبرز الشخصيات في هذه الميليشيات مجموعات من المرتزقة لتشدي التي تم دفع مبلغ ستة مليون دولار مقابل الدخول في هذه الحرب مقابل نفوذ ومناطق سيطرة لها في الجنوب الغربي والمنطقة الوسطى يقودها المدعو محمد بكاتي كما أن لكتيبة المرسى التابعة لما يعرف بالمجلس العسكري مصراتا أيضا الدور في المشاركة في هذا الهجوم كتيبة الفاروق أيضا شاركت في هذا الهجوم وهي إحدى الكتائب التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي في مدينة مصراتا وكتيبة الفطماني أيضا هي إحدى الكتائب المتمركزة بالقرب من وليد كانت مشاركة في هذا الهجوم وأيضا ما يعرف بالسرايا دفاع عن بنغازي مشاركة في هذا الهجوم بمجموعتين بقيادة كل من علي الصلابي ومصطفى الشركسي الذين فشلوا أكثر من مرة بالمحاولة على الهجوم على المواني النفطية كتيبة البقرة أيضا مشاركة في هذا الهجوم بفتوى من المفت المعزول والمتمركزة في القرب من تاجراء وأيضا مرتزقة من المعارضة السودانية وبعض المجموعات من النيجر تحت قيادة شخص يدعى حسن موسى شخصيات أخرى تم التحالف معها من قبل الجذران وهما أولهم سالم دنجو الملقب بأبو بركات وهو ليبي جنسية من مدينة سرط ومن موليد 1981 أشرف على قطع رؤوس 21 قفطيا مصريا في سرط عام 2015 حيث كون جيشا في الصحراء يتألف من ثلاثة كتائب على الأقل بعد أن فقدوا السيطرة على آخر معاقلهم في السر كما عمل المهدي سالم دنجو فترة في المحكمة الشرعية في الموصل تحت قيادة أبو بكر البغداد وهو متواجد الآن في الهلال النفطي وبين الحقول النفطية برفقة إبراهيم الجذران والقيادة التشادي تيمان أردمي تيمان أردمي هو شخصية من أحد قادة التنظيمات المسلحة التشادية في تشاد وهو من استخدم دروبا لجرب المتزقة المقاتلين الأجانب إلى ليبيا من دول مثل السودان ومصر وتونس والجزائر وأن أغلب المقاتلين الذين جاءوا معه من بوكو حرام أخيرا نتحدث عن تيمان أردمي تيمان أردمي الذي لطالما تحدثنا عنه أكثر من مرة قبل ذلك وهو أحد قادة ما يعرف بتجمع القوى من أجل التغيير وهي مجموعة مسلحة معارضة شدية أغلب منتسبها هم من قومية الدزاقرة وهي أحدى القوميات التي تنحدر منها مكون الزغاوة الذي ينتمي إليه تيمان أردمي الذي يعتبر من أهم القادة هذا التنظيم المعارض لنظام جميل تيمان أردمي مقيم في قطر منذ قرابة العشرية سنوات يقود حركته من هناك شاركت مجموعته في الهجوم على قصر بنغشير في طرابلوس كمرتزقة في العام الماضي والحركة لها سلات وثيقة بحركة العدل والمساواة الدرفورية في حكم العلاقات القبلية تلقت الحركة ضربة موجع إثر الاقتتال الداخلي التي حدث فيما بينها في سبه بين عناصر الحركة في الشهر الماضي ونتج عنه قرابة مقتل قرابة 12 عنصرا وأكبر القادة ويمكن أن يقدر بعشرة من قادتها قتل في هذا الاشتباك حيث شارك أردمي في عبلية انقلاب فاشلة بتشاد على النظام الرئيس دبي هناك بدعم من المخابرات القطرية من ما أدى إلى قطع العلاقات بين إنجامينا والدوحة هذا لربما هو ملخص القوات التي قامت بالهجوم على الهلال النفطي في الأيام الماضية